اتكلمنا في الحلقة الماضية وقبل الماضية عشان اللي يعني ملحقناش يعرف كده مختصر سريع كده اتكلمنا عن أشراط الساعة الكبرى قلنا انها بتتتابع بسرعة شديدة جدا جدا كلها وراء بعضها زي العقد كده لما بينفرط حباته بيعني بتجروا وراء بعض بسرعة دي حدير علامات الساعة الكبرى عرفنا ان المسيح الدجال وعرفنا وصف المسيح الدجال ومن اين يخرج وايه سبب تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم وقلنا انه اكبر فتنة منذ خلق ادم عليه السلام وإلى ان تقوم الساعة وده مش كلامي ده كلام حبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم وقلنا ان من ادلة قرب ظهوره يعني فيه ناس طبعا خلطوا بين ادلة قرب ظهوره وبين سبب ظهوره سبب ظهوره ده حاجة تانية خالص غير ادلة قرب ظهوره انه يعني قلنا ان يهجر الناس ذكرى المسيح الدجال اتكلمنا في الحلقة قبل الماضية عن صور من فتنة الدجال اتكلمنا عن جنته وناره اللي النبي وصفه صلى الله عليه وسلم وقال ان جنته نار وان ناره جنة وان اللي هيرمي نفسه في نار الدجال فهي عين الجنة واللي هيرمي نفسه في جنت الدجال فهي عين النار واتكلمنا عن سرعة انتقاله بين البلدان بسرعة عجيبة جدا اسرعة من سرعة الريح تالت حاجة اتكلمنا عن استجابة السماء والارض بامره بيؤمر السماء فتمطر ويؤمر الارض فتخرج الزرع والخضرة والفكهة ويؤمر الارض ايضا والارض الخاربة ان هي تخرج الكنوز بتاعتها فتخرج الكنوز وتتبعه ويعني فتنة كبيرة جدا جدا وقلنا ان هو بيستعين بالشياطين وهيجيب واحد من الاعراب ويقول له ارأيت لو احييت لك اباك وامك اتؤمنوا بي فيعني يتمثل شيطانان على وجه على صورة والد هذا الاعرابي وعلى صورة اميه والاتنين هيقول له اتبعه يا ابني فانه ربك فدي فتنة كبيرة جدا واتكلمنا عن خامس فتنة ان هو يقتل شابا ثم يحييه باذن الله سبحانه وتعالى وهذا الشاب طبعا هو يعني ايه هيقول للناس هذا هو المسيح الدجال الذي حذرنا النبي منه صلى الله عليه وسلم وفي النهاية هيرقيه المسيح الدجال في النار بتاعته ويظن الناس ان هو دخل النار في حين ان هو دخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الشاب كما عند مسلم هذا اعظم الناس شهادة عند رب العالمين وقلنا ان من اعظم فتنة المسيح الدجال مفيش نبي جيه على وجه الارض منذ ادم عليه السلام الى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الا وانظر امته من فتنة الدجال وقلنا كون ان كل نبي بيجي فبينظر قومه من فتنة المسيح الدجال هل ده معنى ان المسيح الدجال كان موجود فعلا منذ زمن هؤلاء الانبياء جميعا فحذروا ام ان المولى عز وجل لا اوحى الى كل نبي ان هو يحذر امته من فتنة الدجال حتى ولو لم يوجد الدجال الا في زمن النبي قلنا هذه المسألة ليس عندنا فيها نص صريح يوضح حال المسيح الدجال موجود منذ زمن ادم عليه السلام اما انه موجود منذ زمن النبي لكن يقينا بورود الاحاديث انه موجود منذ زمن النبي قبل كده بقى كان موجود ولا ما نعرفش معمدناش نص يوضح هذه المسألة اما وجوده في زمن النبي فيكفينا في هذا الدليل الحديث الاذرواه مسلم في قصة الجساسة لما تميم الداري راح للنبي وحكاله قصة انهم شافوا الجساسة ودلتهم على الكهف او الدير اللي فيه المسيح الدجال وقبلوا المسيح الدجال واتكلموا معاه وشافوه وكان من اعظم الناس خلقا حاجة ضخمة جدا جدا وشكله مرعب جدا ووصفوه للنبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم النبي على هذا الوصف وفرح جدا وقال للصحابة مش هو ده الوصف يعني فيما معنا الكلام مش هو ده الوصف اللي انا وصفت لكم به المسيح الدجال فانا سعيد جدا ان الوصف اللي وصفت لكم وافق الوصف اللي وصفه تميم الداري فهكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واتكلمنا عن مكان الدجال ليس تحديدا ولكن يعني في حدود المعلومات التي وردت في الاحاديث في القصة الجساسة اللي ذكرناها في المرة السابقة تعالوا نكمل موضوع وقلنا المرة اللي فاتت وعلقنا حبيبنا كده في حاجة مهمة جدا لكن قبل ما نبدأ الموضوع عشان برضو انا وعدت واقسمت بالله لكل حبيبي ان اذكر بعض الاسماء سريعا سريعا في دقيقة واحدة كده اسماء الذين اخواتنا الافاضل او الفضليات الفاضلات اللي جددوا الباعة مع رسول الله ولبس الحجاب الاخت مريم وشيماء بتقول لقد من الله عليه على اختي بالنقاب الاخت وفاء سعيد سعد الوصاب من اليمن الاخت ام خالد من السعودية وام يوسف وام عري من الاردن وياسمين من سوريا وام كريم وزينب عزيزي من سوريا وامان عري من الفيوم وفاطمة من الاردن وهناء من الشام وام محمد من السودان وراجية حب الرحمن والاخت هبة هلال والاخت ام حبيبة والاخت ام مصطفى وبنت الاسلام رؤى ايمن وحنان ام محمد ويوسف والاخت ام محسين وفيها عين من سيوة ويعني ربنا بارفهم جميعنا رب العالمين وكل حلقه كده ان شاء الله نذكر حوالي عشر اسماء حتى لا نطول على حضراتكم تعالوا نكمل موضوع احنا المرة اللي فاتت يعني نوهنا وشدنا يعني اذهان المستمعين لان احنا هنتكلم في المرة القادمة اللي هي النهاردة ان شاء الله عن واحد كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يشك هل هذا الرجل هو المسيح الدجال بالفعل ولا مش هو وكتير من الصحابة كانوا يشكوا هل هذا الرجل الفعل ان هو المسيح الدجال ولا لا لدرجة ان هتشوفوا دلوقتي من ضمن الاشياء اللي هتورد معنا ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يجلس مع النبي ما تصنع عليه صلى الله عليه وسلم وكان يقسم بالله ان هذا الرجل هو المسيح الدجال ولا يكذبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه طبعا النبي لم يوحى اليه شيء في هذا في شأن هذا الرجل بالذات هذا الرجل اسمه ابن صياد ابن صياد او ابن صائد هو اسمه اصلا صافي ابن صياد او عبد الله ابن صياد باختلاف الروايات رواية تقولين اسمه صافي ورواية تقولين اسمه عبد الله بصرف النظر هو في النهاية ابن صياد عبد الله ابن صياد أو صافي ابن صياد فشهرته ابن صياد ابن صياد ده الحقيقة كل الأوصف تقريبا أو أغلب الأوصف التي وردت في شأن المسيح الدجال كانت تيبيكل يعني كانت كأنها كبي كده ولا كبي يعني صورة طبق الأصل من المسيح الدجال لدرجة النبي يعني فعلا لأنه لم يوحى إليه شيء في شأن ابن صياد ففعلا النبي شك فعلا أنه هو المسيح الدجال وبدأ النبي يستخبر ويحاول أنه يشوف الراجل دوت فعلا هل هو المسيح الدجال ولا لأ طبعا صافي ابن صياد ده كان من يهود المدينة وكان صغير جدا عند قضوم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الإمام النووي بيقولك أن العلماء قالوا قصة ابن صياد دي مشكلة وأمره مشتبهم في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ولكن لا شك بنقطع يقينا في أن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة واضح يعني هو الاختلاف في أنه هل هو المسيح الدجال ولا مش هو لكن يقينا هو دجال دجال من الدجاجلة اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا طبعا كان بيكذب كثير جدا جدا وكان بيتكهن أحيانا يصدق وأحيانا يكذب وكان أمره عامل مشكلة عجيبة جدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه أي شيء في شأن ابن الصياد ولا ذلك كان متوقف يا ترى هو الدجال ولا مش هو الدجال آه في علامات كتيرة جدا وشبه كبير جدا بينه وبين الدجال لكن النبي مش قادر يقطع لأن الوحي ما نزلش وقال له ابن الصياد هو المسيح الدجال خب بالك بقى حب النبي صلى الله عليه وسلم من كتر ما حصلت بقى مشكلة في المدينة صحابة انقسموا إلى قسمين قسم يقول والله هو الدجال وقسم تالي يقول لا هو مش الدجال يا جماعة تميم الداري وقصته معروفة جدا ولما راحوا شافوا الجساسة والحديث رأوا مسلم والجساسة خدتهم على الدير وشافوا المسيح الدجال وقعدوا ولقوا متكتب بسلاسل كبيرة جدا ضخمة جدا وإن هو في حاجة معين أو سبب معين هيخرجه وبعدين يعني وجود الدجال مدام ظهر يبقى لابد وراء مباشرة لابد يكون سيد نعيس عليه السلام موجود لابد أن ينزل عشان يقتل المسيح الدجال وده خلى المسألة مفتوحة كده يعني ما حدش قادر يقطع لكن سيدنا عمر بن الخطاب من شدة الشبه العجيب اللي كان بين ابن صياد وبين الدجال كان بيقطع وكان يقسم إن هو ده الدجال سبحان الله طبعا حصل خلاف بين الصحابة في هذه المسألة منهم اللي يقول ده الدجال ومنهم فالنبي حاب بيقطع الشك باليقين قال نروح نشوف كده الراجل ده بيقول إيه نشوف أحواله طب نحاول بقدر إمكان إن نحن نوح كده إيه خفية من غير ما يشعر هو عشان نعرف هل هو فعلا للدجال ولا مش هو الدجال الحقيقة الحديث رواء البخاري عن عبد الله بن عمر إن عمر بن الخطاب بحاول بس أذكر الحديث دي ببساطة شديدة عشان أمهاتي حبيبي وتجراسي اللي قاعدين قدامي دلوقتي يفهموني وتبقى المسألة بسيطة جدا بالنسبة لهم يبقى المسألة واضحة مش عايز حد يكون بيسمع الحديث اللي بذكره يكون مش فهم حاجة أنا بذكر الأمور ببساطة شديدة جدا إن سيدنا عمر بن الخطاب انطلق مع النبي في مجموعة من الصحابة محدد من وسطه للمكان اللي كان في ابن صياد وكان بيلعب مع السبيان كان لسه صغير شوية كان بيلعب مع السبيان وبعدين وكان قارب سن البلوغ فالنبي قرب منه وبعدين هو النبي رح جيله من وراء ورح خبت على كتفه كده فتدور فشاف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن صياد أشهد أنك نبي الأميين وبعدين في لحظتها رح ابن صياد متجرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بقى October قال له أتشهد أنت أني رسول الله فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله وبرسلي يعني لا يخفى علينا رسول الله سبحانه وتعالى والنبي هو خاتم الأنبياء فكيف يكون ابن صياد يدعي أنه رسول فبيقول للنبي أتشهد أنت أني رسول الله فقال النبي آمنت بالله وبرسلي سبحانه وتعالى فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ماذا ترى أنا عايزة عرف أنت بتشوف إيه خب بالك تعرف لما تقف قدام إنسان سأنت حسنه مهووس عنده ربع ضارب وربع تاني بيشاور عقله وخبال حضرتك فأنت عايزة عرفه وبيفكر في إيه أحيانا تقف قدام إنسان بالمنظر ده حسنه مش طبيعي فتقول له نعايزة عرف أنت دماغ راحة فين بتفكر في إيه طب أنت شايف إيه وخبالك فتبتدي تسأل وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه حاسس أن راجل ده مش طبيعي فبقال له ماذا ترى فقال له يأتيني صادق وكاذب يعني بالبلد كده بيقول كلام أي كلام يعني بيهلوس فقال النبي خلط عليه الأمر هاي لخبط بقى وخلاص ومش إيه ناخد منه كلمة نقدر إيه نقف بيها على حقيقة الأمر قال الأمر اتلقبط بقى يعني هو اتخلط عليه الأمر ومش عارفين إيه مش عارفين ناخد منه ولا كلمة ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا أنا مخبي لك مفاجئا أتدري ما هو فقال ابن صياد هو الدخ الدخ يعني مختصر الدخان فقال النبي اخسأ فلن تعد قدرك هو عايز يتري يعني عايز يتري على كلام النبي النبي طبعا أخبر إنه من ضمن علامات الساعة الكبرى الدخان فهو بقى يتري عايز يقول له انت خبت لي بقى الدخان علامة من علامات الساعة الكبرى ولا إلى غير ذلك من المعاني اللي تذكرها عدد من العماء فالنبي قال له اخسأ فلن تعد قدرك فسيدنا عمر بن خطاب لما لقى ابن صياد بيتكلم بجرأة قوي مع الرسول وأنت عارف سيدنا عمر طبعا لما كان يلاقي حد بيتجرأ على النبي كان لا يسمح أبدا مش ممكن يسمح لأي حد يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تصلت عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتل ايه معنى الكلام ده بيقوله لو كان دوة المسيح الدجال يا عمر فلا خير لك في قتل لأن انت لن تصلت عليه فلن تصلت عليه إن يكنه لو كان هو المسيح الدجال من تعرف يا عمر رضي الله عنه وارضاه انت تعرف ان اللي هيقتله مين لنا ولا أنت ولا أي حد اللي هيقتله هو سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يبقى لو كان هو ده الدجال فانت خب بالك ده ربنا أخبرني بإني محدش هيقتل المسيح الدجال إلا سيدنا عيسى عليه السلام ولو ما كانش دوة الدجال فلا خير لك في قتله هتقتله تعمل بإيه واضح المعنى شوف يا أخي شوف القصة والعدل شوف قديه رغم من النبي شوف هذا الرجل بيتعامل مع هذه المعاملة الغر يعني المحترمة وبيتكلم مع نبي عسان بأسلوب جريء جدا ورغم ذلك شوف يا أخي العدل والقصة والإنصاف أنه ما حملوش عداء يعني عداء لهذا الرجل أو أنه هو بيشك في هذا الرجل هل هو المسيح الدجال ولا لأ ما حملوش هذا الشعور بأنه يظلم هذا الرجل أو أنه صلت عليه سيدنا عمر يقتل وهي رايح منه البلاد والعباد أبدا ما عملش كده قال له إن يكونه فلن تصلت عليه لو كان هو ده المسيح الدجال فمش أنت اللي هتقلله يا عمر إلا يقتله سيدنا عيسى عليه السلام كما أخبر النبي فأحديث كثيرة جدا وإن لم يكونه لو ما كانش هو المسيح الدجال هتستفيد إيه من قتل واحد زي ده طيب تعالوا نشوف بقى في رواية تانية روح النبي قيل إيه لابن الصياد قال له ما ترى المرأة الأونية لما قال له أنت بتشوف إيه قال له أرى كاذبا وصادقا فالنبي قال خلط علي يعني تلغبط وخبالك فجي المرأة دي بيقول له إيه بيقول له ما ترى فقال أرى عرشا على الماء أرى إيه عرشا على الماء فقال hey ترى عرش إبليس على البحر خبالك لأن انت عارفين أثابت في الحديث الذي رقاه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يرسل صرايا إلى آخر الحديث اللي انت عارفينه يبقى عرش إبليس منصوب فينا جماعة على المية موجود على المية فالنبي لما بيقول له ماذا ترى قال ارى عرشا على الماء فكون ان انت شايف عرشا على الماء فالنبي عايز ايه يقول له ايه انا فهمت انت قصدك ايه انت بشايف عرش ابليس شايف عرش ابليس ومعترى شايف ايه تاني فقال له ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقا برضا يلغبت تاني والدنيا خلطت معا قربة التالت ضرب بالفعل يعني واخذ بالحضرتك فقال النبي لبس عليه سيبوه دعوه خلاص بقت مدام هو لبس عليه ما مش نعرف لا اخد منه كلمة نعرف من خلالها اذا كان دوت فعلا هو المسيح الدجال ولا لا طيب حديث ثاني عند البخارية عن ابن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الى النخلة التي فيها ابن صياد اراضي النبي على السلام ان يجي له جده اغفلة كده من وراء من غير ما هو يعرف ان النبي واقف وراء فحب يسمعه فلا اعمل بيدندن ببعض الكلمات اعمل بيكلم نفسه بقولك مش ربع واحد ضرب ده تلات ربع ضربين فعمال يكلم نفسه عمال يقولك عارف زي ما يكون واحد قاعد ايه بيدرش مع نفسه عمال بيقول يا سلام لو رحت السنة اللي جاية في المكان الفلاني وعملت كذا بيكلم نفسه بس بصوت عالي شوية فالنبي حب يسمعه بيقول ايه فقرب النبي من وراء نخلة كده عشان يسمع ابن صياد بيقول ايه مين اللي شاف النبي بقى ام ابن صياد خد بالك شافت النبي فراحت منادية على ابنها وقالت يا صافي اللي هو ابن صياد هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم فراح ايه ابن صياد رح متنرفس جدا ان النبي عايز يسمع يشوفه وبيقول ايه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تركته لو تركته لبين لو امه كانت ثابته يتكلم بس ويكمل الكام جملة اللي كان بيقولهم كان اكيد هيباني اذا كان هو ده المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال في رواية ثالثة وشاكتر عليكم في رواية دي كلها لكن في رواية ثالثة رواها احمد بسند صحيح يبقى احنا كده عرفنا ان النبي لحد هذه اللحظة جماعة هو في شك يا طرد المسيح الدجال ولا شو المسيح الدجال طب ليه النبي عايز يعرف ما اصخب بالك ما هو النبي في حديث تاني قال ان دي اكبر فتنة موجودة على وجه الارض فتنة المسيح الدجال ما بين خلق ادم عليه السلام الى قيام الساعة فتنة اكبر من الدجال او امر اكبر من الدجال فحب النبي يعرف لان لو كان دا الدجال النبي قال في حديث تاني قال ايه فان يكن بينكم فان اكن بينكم فانا حجيجه انا بقى اللي هقف وايه ويعني واقدر بفضل الله سبحانه وتعالى ان انا احميكم بفضل الله وباذن الله من الدجال ما قالش ان انا هقتله لانه عارف ان سيد نعيسى هو اللي يقتله وان يكن وان لم اكن بينكم فكل امرئ حجيجه نفسه فالنبي حب يعرف لانه خايف على الامة صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم بابي هو وامي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم الشاهد في الموضوع ان النبي راح باعد سيدنا ابا حملته في كم شهر لحد ما تولد يعني فراح سألها يا ام يا ام صافي يا ام ابن صياد هو انت حملتي لما حملت في ابن صياد دوت حملت فيه كم شهر فقلته 12 شهر ان شاء الله يا المستوية خبالك احنا اتضحك علينا في 9 شهور يعني خبال حضرتك فقلت له حملت فيه 12 شهر فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقل له سالها سالها عن صيحته حين وقع لما نزل من بطن امه الصرخة بتاعته كانت صرخة قوية ولا كانت صرخة طفل لسه نازل فقلت له كانت صرخته صرخة طفل بقاله شهر مولود يعني كان نازل صوته ما شاء الله مش صوت ضعيف ولا حاجة فواضح ان يعني ولادته حياته وتصرفاته كله امر غريب جدا وده اللي كان مخلي النبي صلى الله عليه وسلم شاكك في امر هذا الرجل هل هو فعلا المسيح الدجال ولا هو مش المسيح الدجال حصلت امور مع بعض الصحابة شفنا اللي حصل بين النبي وبين ابن الصياد النبي يروح له يقول له تشهد اني رسول الله يقول له اشهد انك رسول اميين او نبي الاميين يقول هو راح قال للنبي ما تشهد اني رسول الله يقول النبي يغضب يقول امنت بالله ويحاول يسأله انت شايف ايه يقول له شايف كاذبا او صادقا او شايف صادقا او كاذبا وحاجات كده طب شايف ايه يقول له شايف عرش على الماء يقول له عرش إبليس يعني ايه الدنيا من لغباطة عنده فالنبي مش حارف يرسل مع الرجل ده على حال بالزبط لكن النبي برضو عايز اعرف هل هو المسيح الدجال ولا لا حصل مواقف عجيبة جدا جدا اكدت لبعض الصحابة ان ابن صياد دوت هو المسيح الدجال وحنا في النهاية هنقول طبعا هل ابن صياد فعلا هو المسيح الدجال ولا الكلام ده مش صحيح وان هو يدوب دجال من الدجاجلة كما قال بعض اهل العلم ده اللي هنعرفه ان شاء الله بعد ما نذكر بعض الروايات التي وردت في قصة بعض الصحابة مع ابن صياد ايه اللي حصل يا جماعة نقول بس بعد ما نصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم حديث روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان ابن صياد كان ماشي في بعض طرق المدينة قد بالك فهو ماشي فقال له قولا اغضبا سيدنا عبدالله ابن عمر حبي يختبر حاجة في ابن صياد قد بالك ودي دليل على المسابقة اللي احنا كنا بنقولها بقا اللي هو ايه ايه هي الحاجة اللي هتخرج الدجال المسيح الدجال من الكهف او من الدير اللي هو عايش فيه يعيثه في الارض بعد ذلك فسادا وإفسادا هو يخرج من غضبة يغضبها وهي دي الاجابة الصحيحة يبقى السبب في خروج المسيح الدجال غضبة شديدة جدا هيغضبها فيكسر القيود ويخرج ويصيحه في الارض زي ما قلنا جماعة ويعني ويملأ الارض فتنة ويعني ربنا عافينا عافيكو يا رب العالمين فابن عمر قال لابن صياد قولا اغضبها ايه اللي حصل يا جماعة لكم انتخيلوا حاجة فوق الخيال الحديث لو مسلم يعني لو لصحة الازناد لقلنا الكلام ده من نازج الخيال ايه اللي حصل اللي حصل ان ابن عمر لما قال لابن صياد كلمة خلته يغضب بدأ ينتفخ زي البلونة حضرتك من تخيل المنظر وحضرتك من تخيل المنظر بدأ ينتفخ لحد ما ملأ ما بين هذا البيت وما بين هذا البيت يعني ملأ الشارع كله مين فينا ممكن يصدق الكلام ده كلام حقيب جدا قال له كلمة خلاه يغضب فبقى يزمجر كده وينتفخ ينتفخ وشه يتنفخ وبطنه صدره ورجله وقديه لحد ما ملأ الطريق كله لحد ما ابن عمر نفسه ما بقاش عارف يا عدي ابن عمر رح أول ما شافه بمنظر طبعا اترعب ورح جاري مباشرة على مين على أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت عبد الله بن عمر اللي هي حفصة بنت عمر رح داخل عليها هي قبل ما يوصل عبد الله بن عمر كان الخبر بتاع ابن صياد وصل لحفصة رضي الله عنه ورضاه قلت له إيه اللي انت عملت ده رحمك الله ما أردت من ابن صائد إيه اللي خليك تعمل معا كده أما علمت أن رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها انت مش عارف إن النبي قال إن المسيح الدجال هيخرج من غضبة يغضبها انت بتغضب ابن صياد ليه وانت عارف إن احنا لحد الآن شكين هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال لحد دمان نبي نفسه ما هوش عارف لحد هذه اللحظة لأنه لم يأتيه الوحي بأمر قاطع في شأن المسيح الدجال وشأن من إيه ابن صياد فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد إيه اللي خليك تعمل معا كده انت مش عارف إنه هو لو كان المسيح الدجال كان هيخرج من غضبة يغضبها في رواية تانية بقى إن ابن عمر خب بالك بقى إن ابن عمر طب تعالوا نقلن على نتيجة المسابقة عشان الناس مستعجل الناس اللي بعتوا المسابقة بتاعت المسيح الدجال احنا قلنا هو فيه طبعا الناس بعتت إجابات غير صحيحة وبشكرهم طبعا والله على مشاركتهم من ربنا يجازي وعننا كل خير وفيه ناس بعتوا إجابات صحيحة لكن أنا قلت هختار أول إجابتين صحاح فكاتي الإجابة الأولى الصحيحة من الأخت سارة سمير القاضي الأخت سارة سمير القاضي والإجابة التانية الأخت يسرى محمود من القاهرة الإجابة التانية الأخت يسرى محمود من القاهرة أرجو نمه بكرة إن شاء الله أو بعد أبرحتهم يعني إن شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفة اللي هي خلف المسجد الأزهر في ضرب الأطرار كل واحدة هتاخد مجموعة كاملة من الكتب والمفاجأة اللي أحسن من ده كله إن شاء الله هياخدوا مع ودي حاجة يعني من صاحب المكتبة ربنا بير فيه إن هو مع المجموعتين كل واحدة هتاخد مجموعة ومعها آخر إصدارين لسه صدرين الإسبوع دوت قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وسلم وتفسير جزء عامة والقواعد الذهابية الحفظ القرآن برضو للأطفال فدول آخر كتابين هيتاخدوا عشان ما تنسوش مع المجموعتين يبقى تاخد المجموعة كاملة ومع المجموعة كاملة تاخد آخر كتابين تفسير جزء عامة الأطفال وقصص الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال ودول آخر حاجتين صدروا فهياخدوهم مع المجموعتين مبروك عليكم ربنا بير فيكوا تروحوا إن شاء الله على المكتبة وتاخدوا المجموعتين بكرا إن شاء الله طيب تعالوا نكمل بقى في رواية ثالثة إن ابن عمر والرواية الثالثة دي عنده مسلم في يوم من الأيام ماشي فلقيا ابن صياد خب بالك يبقى اللي وقع الأولى اللي حصرت مع ابن عمر إنه ماشي فقابل ابن صياد حبي يختبره رح قاله كلمة أغضبته فلما قاله كلمة أغضبته أخذ ينخر كده وينتفخ لحد دمامال الطريق كله ومحدش كان عارف يعد من انتفاخه حاجة كده زي البلونة ورجع تاني طبعا نزل يعني بس إيه سبحان الله يعني كان منظر عجيب جدا فلما دخل على حفصة قالت رحمك الله ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبة يغضبها الرواية الثانية إن ابن عمر لقيا ابن صياد وكان منظر عجيب جدا إحنا عارفين لما وصفنا يا جماعة وصف المسيح الدجال أو لما النبي وصف وصف المسيح الدجال أخبر إن في عين ممسوحة والعين التانية ناتئة بارزة وعليها كده كطة قد جلد كده نزلة متدلية على عينه فمنظر عجيب جدا وموجود بين عينين لتنين مكتوب كلمة كافر يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب حتى لو ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب ربنا هيمكنه من أنه يقرأ هذه الكلمة ويعرف أن ده المسيح الدجال عبد الله بن عمر والحديث رواه مسلم في يوم الأيام ماشي في بعض طرق المدينة يعني نفرت وأصبحت بارزة ناتئة واضحة جدا طلع بره كده فتعجب فقال متى فعلت عينك ما أرى انت عنيك دي حصلها الموقف أو حصلها الهيئة الجديدة دي امتى عنيك دي يا ابن صياد ايه اللي خليها طلعت بره وامتى تلعب بره فقال له لا أدري فقال سبحان الله لا تدري وهي في رأسك يعني يعنيك اللي هي في رأسك يعني ممكن واحد مثلا يطلع له حباية في رجلية فمشو أخب باله منها يطلع له حباية في رجبته وبرضو مشو أخب رجلية تتجلت أو تتخبط برضو مش دريان لكن دي عنيك دي في وشك وعنيك طلعت بره وانت مشو أخب بالك منها فقال لا تدري وهي في رأسك ثم جاء ابن عمر حتى دخل على أم المؤمنين حفصة فحدثها فقالت ما تريدوا منهم انت عايزي من ابن صياد ألم تعلم أنه قد قال أي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه كأنها كانت بتحذر أخوها ابن عمر من أنه ما يغضبش ابن صياد لأنه لو كان المسيح الدجال هيخرج من غضبة شديدة جدا جدا والغضبة دي هتخليه يعيثه في الأرض فسادا وإفسادا طب تعال نشوف صحابي تاني حصل معاه برضو موقف عجيب جدا جدا وبعدها مباشرة بقى بعدما نذكر قصة الصحابي ده مع ابن صياد هنذكر بعدها مباشرة هنذكر بعدها هل ابن صياد هو المسيح الدجال فعلا ولا لا هنذكر الرأي راجح في هذه المسألة بس بعدما تصلى على حبيبك صلى الله على سلام حديث رو Über 10 يبقى هنذكرنا كسطين لعبد الله بن عمر مع ابن صياد اللي النبي صلى الله عليه وسلم اش كان شاكك انه هو المسيح الدجال ولا لا واللي كتير من الصحابة شكين هل هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال طيب نشوف صحابي تاني مين؟ سيدنا أبو سعيد الخضري رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين أبو سعيد الخضري حقيقة حصلت معاك قصة مع ابن صياد قصة عجيبة جدا وبين وبيلك أنا عدت أتخيل النهاردة وأنا بقرأ الكصة ديت عدت أتخيل نفسي لو كنت مكان أبو سعيد الخضري كانوا واحد ممكن يكون مات كده من الخضة من الموقف اللي حصله بيقول خرجنا حداجا أو عمارا خرجنا بيقول مش فاكر إذا كنا كنا خارجين للحجة أو العمارا مش فاكر المم بيقول وكان معانا ابن صياد ابن صائد بيقول فنزلنا منزلا يعني بالبلد كده هم ماشيين في الطريق كده رايحين يحجوا استريحوا في مكان من الأماكن بيقول فقدر ربنا صحنا تعالى إن أنا لما نزلت أستريح تفرق الناس كل واحد كده أختار شجرة عشان ينام في الضل بتاعها جيت أنا نام تحت شجرة إليه الجنب مين؟ ابن صياد بختك يا ببخيت زي ما يقولوا يعني بخت وقع في ابن صياد فيقول فلقيته أحد جنبي بيقول فاستوحشت منه وحشة شديدة شكله مختلف جدا يعني طلع البرة وشكله غريب ولما حد بيغضبه بينتفخ فقال لك لحسن انتفخ ولا جنبه يعني الدنيا تخلص معي فقال فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقالوا عليه ما طول اليوم عمالين بنسمع عمر الخطاب بيقسم ده والله ده المسيح الدجال وفلام بيقسم وجابر بن عبدالله بيقول لك والله ده المسيح الدجال فقال من كتر ما الصحابة عميه يذكره انه هو ده المسيح الدجال وحنا بنسأل النبي والنبي لم يقطع في هذه المسألة يعني لان الوحي لسه ما جالوش وما قالوش اذا كان ده المسيح الدجال ولا لأ فقال فانا استوحشت منه يعني كل الصحابة قاعدين مع بعض وانا الوحيد اللي قاعد مع ابن صياد وربما يكون المسيح الدجال قال فحسد بوحشة وخوف شديد فجاء ابن صياد بمتاعه ووضعه مع متاعه حب ابو سعيد الخضري انه يبعد ابن صياد عنه فبيقول له يعني الدنيا حر جديد النهاردة ابن صياد يعني عايز يقول له ايه خف كده وخليك حلو وروح شوف لك شجرة تانية وخبالك ولا اعمل اي حاجة المم يعني ايه ابعد عني فقال له يعني ان الحر شديد فلو وضعت متاعك تحت هذه الشجرة لكان افضل يعني عايز يقول له ايه خليني انا تحت الشجرة الوحدي وانت تحت شجرة الوحدك عشان انت عارف الدنيا حر ويعني الدنيا مش نقصة يعني ففعل قال فرفعت لنا غنم فجأة لقنا حد معدي كده بغنم فرح ابن صياد عايز يعمل خير بقى فرح جايب كده ايه اناء ورح طالب من راجل يملوله لبن ورح جايب اللبن ورح داخل يعز معلمين على ابي سعيد الخضري فقال اشرب يا ابا سعيد فقلت له والله ان الحر شديد وان اللبن حر يعني بيقوله الدنيا حر اوي واللبن اكيد هكون سخن فانا مش عايز اشرب يعني هو بيقوله شكده عشان حاجة هو بيقول انا يعني كرهت ان انا اشرب من ايديه يعني بالبلد كده ارفان اشرب من ايديه لكن بيقوله ان هو المسيح الدجال هروح انا اشرب لبن من ايديه من المسيح الدجال فبيقول انا حسيت ان انا مش طائق اشرب من ايديه حاجة هم اشتاق ان هو يعجب جنب فإذا ابن صياد يتغير وقال يا أبا سعيد والله لقد هممت أن أخذ حبلا وأن أشنق نفسي يعني أنا خلاص بجد زيقت من الدنيا ده مين يقول كده يا جماعة ابن صياد فأبو سعيد يقول له ليه قال له مين ما يقول الناس علي الناس عمالة تقول إن أنا الدجال إن أنا مسيح الدجال طب ليه كده يعني أنا اتخنقت خلاص بقى أنا بجد أنا قربت إن أنا انتحر يعني بعد كلامه أنا قربت انتحر ورح رامي كلمتين حلوين قوي قوي لأبي سعيد الخضري ولكن زي بقوله كده إيه ختمها يعني بختمة يعني صعبة جدا قال له إيه قال له يا أبا سعيد ده أنتم الأنصار وإنتم أعلى من ناس وإنتم أعلى من ناس بحديث الرسول ده أنتم أكتر ناس سمعتوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معقولة أنتم يلي قدرى الناس وأعلى من ناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتش عارفين مواصفات الدجال ولا صفة الدجال طب ده النبي قال إن المسيح الدجال خد بالك بقى أنه كافر طب ده أنا مسلم وطلع معك هو أبا حج وقال إنه ما لهش أولاد أنه لا عقبة له يعني المسيح الدجال لا ينجب ما لا تجوز ولا بينجب وإنت عارف إن أنا سايب أولادي في المدينة والحاجة التالتة إنه قال إنه ما يدخلش إلى مكة ولا المدينة وأنا جاي معكم المدينة ورايح مكة يبقى إزاي أنا المسيح الدجال فقال أبو سعيد الخضري والله حتى كنت أن أكذب نفسي وأن أصدق ابن صياط قال بس كلام مقنع صحيح كلام جميل الراجل بيقول ده المسيح الدجال كافر وأنا مسلم هو أبو سعيد مش أنا جاي معكم ده أنا جاي معكم وخارج مع النبي وخارج مع الصحابة وطول السك عمال بقوا لبي لبيك اللهم لبيك وقعد معاك وهو بسمي باسم الله وبصلي معاك مش أنا مسلم فقال له آه صحيح ده سعيد مسيح الدجال كافر حتى مكتوب بنعانيه كافر كب بلك ركت معاك في القصة قال له الحاجة التانية هو مش نبي قال إن المسيح الدجال ما بيخلفش قال له آه قال له طب ده نسا يبقى أولادي في المدينة يبقى لا يمكن يكون مسيح الدجال والحاجة التالت يا سيد اللي أجمل من ده كله هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسيح الدجال لا يمكن أبدا يخش إلى مكة ولا المدينة لأن الملايكة اللي موجودين على حدود مكة والمدينة معهم سيوف مصلطة هأول ما يحاول الدجال أن يخش هيدرابه بالسيوف فما يقدرش يخش طب ده أنا لسه جاي من المدينة ورايح مكة ايه رأيك يا أبا سعيد قال حتى كنت أن أصدقهم ثم قال ابن صياد بعد ما قال الكلمتين الحلويين خبالك لو كانت سكت كانت الدنيا هديت وخلاص والأمور بقت جميلة وكان أبا سعيد الخضرية ممكن يروح ينقل الكلام دوت لعمر وجابر وكل الصحابة ولهم فعلا رجل كلام مقنع ده لا يمكن يكون المسيح الدجال لكن رحلامي كلمتين في الآخر كلمتين صعبين قوي قال له عارف يا أبا سعيد قال له أيها ابن صياد قال له عارف الدجال قال له آه قال له والله إني لأعلم أين هو الآن إني لأعرف مولدة وأين هو الآن فقال أبا سعيد تبا لك سائر اليوم بالبقى لدي كده ربنا ياخدك يعني فهم إزاي يعني بقى أنت عملت قولي الكلام ده كله لحد أما أخلعتني أن أنت فعلا مش مسيح الدجال وجاي في الآخر تقولي ده أنا عارف هو تولد فين وهو قاعد فين دلوقتي يعني كأنه واحد من العلة في رواية تانية قال له بقى كلمة أصعب بيقول له أما إني والله أعلم أين هو الآن قل بالك وأعرف أباه وأمه وأعرف إيه أعرف أبو المسيح الدجال وأم المسيح الدجال فقيلة لابن الصياد أيا صرك أنك ذلك الرجل يعني كان يصرك أن أنت يا ابن الصياد تكون للمسيح الدجال قال والله لو عرض علي ما كرهت يعني مفيش حياة بتخسر فهم إزاي والله لو قالوا لي تبقى المسيح الدجال يا سلام ده أنا بقى حاجة جميلة أوي ده حتى المسيح الدجال مشهور أوي وبقى نجم من نجوم يعني فهم إزاي ده حتى أنه هو بيذكر في الفضائياته وخبالك سبحان الله فالصحابة بقى شكين في أمره بقى أنا بقول لك يعني بقى أنت أخلنا عطيني خلاص بقى أن أنت مش مسيح الدجال وفي الآخر تقول لي ده أنا عارف هو تولد فين وعارف أبوه وعارف أمه وعارف هو قاعد فين دلوقتي فبيقول له طب تحب تكون مسيح الدجال قال لهم طبعا لو تعرض عليها والله ما يكرهش حاجة زي كده طب نخلص الموضوع ده بإيه هل ابن الصياد هو المسيح الدجال شفت بقى الملابسات دي كلها ذكرت لك النبي عمل إيه وراح وحاول يعرف أخباره إزاي وبدأ يسأل وبدأ يعرف وبدأ يتقص حواليه ويعرف يشوف مش عارف يوصل لأن برضو الواحي ما جاش قال له إذا كان ده المسيح الدجال ولا لأ الصحابة يقسموا في وجود النبي إن هو ده المسيح الدجال والنبي لا ينكر عليهم وطبعا كون إن النبي لا ينكر عليهم خبالك ده برضو عاملة مشكلة مع الصحابة تانيين يعني لما عمر بن خطاب اللي هو اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر الحديث في المسند بسنة صحيح والنبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر والحديث أيضا في المسند بسنة صحيح فكون إن عمر بن خطاب الملهم الفطن يقسم بالله إن ابن صياد ده هو المسيح الدجال والنبي يسكت ولا ينكر تعرف إن سنة نبي إيه سنة فعلية وسنة قولية وسنة الإقرار سنة إقرارية إن النبي يقر على أمر معين يبقى دي سنة كون إن أنا أعمل حاجة والنبي يسكت وما ينكرش عليها ده اسمها إيه إقرار النبي أقرني على إن أنا أعمل الحاجة دي يبقى إذن دي سنة أو إن أنا أقول للنبي حاجة فيسكت النبي يبقى النبي أقر إن أنا أعمل أو أقول هذه الكلمة فكون إن عمر يقول هو ده الدجال والنبي لا ينكر عليه فاعتبرها بعض الصحابة إن هي إيه إن اعتراف من النبي إن ممكن يكون هو ده فعلا الدجال طيب نخرج من موضوع ده وشوفنا الصحابة بقى حصل معهم شوفنا عبد الله بن عمر حصل مع ايه شوفنا أبو سعيد الخضرية حصل مع ايه طيب المجمل بقى ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال قلنا كل الملابسات التي وردت في شأن قصة ابن صياد وحنا ما بعدناش عن قصة الدجال لان قلنا ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشك في إنه هو هل هو المسيح الدجال ولا مش هو والصحابة كتير من الصحابة كانوا بيشكوا هل هو المسيح الدجال ولا لا طيب نخرج بقى بالخلاصة في هذه المسألة يا جماعة هل ابن صياد هو المسيح الدجال ولا مش هو المسيح الدجال الحقيقة احنا قلنا ان النابي كان بيشك في امره وان سيدنا عمر بن خطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابو ظهر الغفاري الا اربعة دول بالذات كانوا فعلا كانوا بيحلفوا ويقسموا ان ابن صياد هو المسيح الدجال لكن وكان ابن صياد كان باسمها هذا كلام وكان يتأز جدا جدا من كلام الصحابة في هذه المسألة لكن زي ما قلنا اختلف العلماء في شأن ابن صياد هل هو المسيح الدجال ولا لا فالامام الشوكاني والامام ابن حجر العسقلاني والامام القرطبي والامام النووي قالوا فعلا ابن صياد هو الدجال ولكن في المقابل شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير والإمام البيهقي ذهبوا إلى أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال ولذلك قال الإمام ابن تيمية أخو بقى أهرار كلامه قال إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية ولذلك كان يذهب ليختبره وقال ابن كثير والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا وذلك لحديث فاطمة بنت قيس وهو فيصل في هذا المقام اللي هو حديث تميم الداري اللي هو قصة الجساسة لما تميم الداري راحت للمركب بتاعتهم حصل الأمواج ودتهم كده لجزيرة من الجزر ووصلوا هناك ولقوا الجساسة والجساسة خدتهم للدير وشافوا المسيح الدجال فده أكبر دليل ده تميم الداري شاف الدجال بنفسه شاف حاجة يعني خلقة عظيمة جدا وشافه مربوط وموجود في الدير في نفس الوقت اللي ابن صياد فيه موجود في المدينة فإزاي هيكون الدجال موجود في الدير وفي نفس الوقت موجود في المدينة فده أكبر دليل على أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال وهو ده الرأي الراجح ورأي شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والإمام البيهقي وهو ده رأي راجح أن ابن صياد ليس هو الدجال ولكن هو من جنس الدجاجلة رجل كاهن ورجل دجال أيضا ولكنه ليس المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان سبحان الله يعني تمر الأيام ويموت ابن صياد يموت إمتى محدش يعرب بالزبط لكن الصحابة بيجزموا إنه هو في معركة الحرة اللي كانت بين الحجاج وبين أهل المدينة في هذه المعركة بالذات فقدوا ابن صياد ما لقهوش خالص اختفى مرة واحدة كده دون أن يظهر ومنذ هذه اللحظة لم يجدوه لا في القتلى ولا في الأسرة ولكنه اختفى فجأة قال جابر بن عبد الله كما عند أبي داود فقدنا ابن صياد في يوم الحرة طبعا في بعض روايات وهي روايات ضعيفة جدا بيتقوله أنه مات في المدينة وأنهم ما كشفوا عن وجه ابن صياد وصلوا عليه ولكنها رواية ضعفها الحافظ ابن حجر يبقى ابن صياد اختفى في معركة الحرة طيب تعالوا بقى نرجع للدجال مرة تانية عشان نشوف حال المسلمين في الوقت اللي هيظهر فيه الدجال والثلاث سنوات اللي كان عايشها المسلمون قبل ظهور الدجال كان حالهم عامل ازاي والدجال لما هيظهر هيظهر امتى وهيظهر فين وفي النهاية ازاي هتكون نهاية الدجال وفي النهاية بقى ازاي ان احنا ننجو من فتنة الدجال في الحقيقة احنا هنقول اللي نقدر نقوله النهاردة وفي الغالب هنحتاج لحلقة اخيرة هنختمها الحلقة القادمة ان شاء الله في قصة المسيح الدجال وهنتكلم عن كيفية النجاة من فتنة الدجال والموضوع خطير جدا ولذلك خليته اربع حلقات لان ده اكبر فتنة لو هنتكلم عن الفتن اللي موجودة في كل العصول والازمان فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اكبر فتنة موجودة او وجدت على وجه الارض هي فتنة المسيح الدجال طيب حال المسلمين يا جماعة في العصر اللي يخرج في الدجال قال العلماء وقالوا ان قبل خروج الدجال هيكون المسلمين لهم شأن كبير جدا جدا وقوة عظيمة جدا ويبدو ان خروج الدجال ده من ضمن الاسباب اللي يعني الاسباب خروج النوة القضاء على هذه القوة ولذلك سبحان الله يوضح لك ان المسلمين في وقت ظهور الدجال او قبل ظهور الدجال مباشرة يوضح لك قوة المسلمين قدي كانوا قوياء جدا وقدي ان هم فعلا هيكونوا في قوة شديدة جدا واتكون الخلافة الاسلامية اما انها اقيمت بالفعل او انها على وشك القيام لان انتم عارفين ان المهدي عليه السلام هيظهر قبل ظهور المسيح الدجال وهتكون الامة كلها مهيئة وهيكون المسجد الاقصى عاد انا بربط لك بالاحداث هيكون المسجد الاقصى عاد مرة اخرى الى حضيرة المسلمين والدليل ان المهدي عليه السلام حينما يصلي بالمسلمين صلاة الفجر في المسجد الاقصى ينزل عيسى عليه السلام في هذا الوقت مسندا يديه على جناحي ملكين وينزل فالمهدي يتأخر عشان يخلي سيدنا عيسى امام للمسلمين لان طبعا يعني يقينا ان سيدنا عيسى افضل من المهدي للمهدي رجل من البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عيسى عليه السلام فهو رسول من قول العزم الخمسة لما افضل خمسة على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام والى قيام الساعة هيحاول يرجع عشان يخليه امام فيشير اليه عيسى عليه السلام يعني اثبت مكانك فانما انت امامهم تكرمة الله عز جل هذه الامة ان انت اللي تكون الامام ولذلك اثنى النبي على هذه الامة المباركة وقال من الذي يصلي قلفه عيسى بن مريم فتجدكت من ضمن المنقبة او المناقب العظيمة التي اضيفت لامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان واحد من امة المسلمين من اهل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي امام برسول من قول العزم الخمسة اللي هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والتسليم في هذا الوقت اللي يوضح لك ان المسلمين هيكونوا قوة عظمى في الارض هيتصالح المسلمون مع الروم والروم هنا زي ما قلنا جماعة قبل كده هم امريكا او امريكا وبلاد اوروبا دي كلها بتسمى الروم والنبع السلام وضح ان احنا هنتصالح مع الروم وهنغزو عدوا مشتركا مشتركا بيننا وبينهم هذا العدو هيكون من قبل المشرق ايه العدو ده بقى الله اعلم به بعض الناس بتخمن تقول يطر يكون الصين يطر يكون مش عارف ايه مناش دعوة احنا بنقول اللي قاله النبي ونتوقف عن عند النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا بقى احنا نخمن ونحنا نقول يطر هم الصين ولا ايران ولا مش عارف ايه مناش دعا بكلف ده كله احنا نتوقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم حديث روى أبو داود بسند صحيح أن النبي ما تصدع عليه صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا أنا عايز أوصف لك قبل ظهور الدجال وقبل ما أوصف لك إزاي الدجال هيظهر بوصف لك الفترة اللي كان المسلمين أو المسلمين هيعيشوا فيها قبل ظهور الدجال وخب لك من حاجة قبل ظهور الدجال وده كان من ضمن أسباب الفتنة إنه يبقى فيه ثلاث سنوات عجاف ما فيش لا مطر ولا خير ولا أكل ولا شرب والدنيا صعبة جدا لغم قوة المسلمين بس هيكون فيه ثلاث سنوات صعبة جدا جدا فعشان كده لما يظهر الدجال ويقول للأرض أمبتي وللسماء أمطري الناس هتجروا وراء أصحاب القلوب المريضة طبعا إنما أصحاب القلوب المؤمنة لن يزيدوا إلا إيمانا وثباتا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالي نرجع الحديث قال صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا خب بالك فتخزون أنتم وهم أنتم الاتنين مع بعض ستخزون عدوا من ورائكم هيحصل إيه فتنصرون وتغنمون وتسلمون إن المسلمين في وقت ملأوات وهي دي بداية الصلح واضحة دلوقتي الآن العلاقة بين المسلمين وبين أمريكا وبلاد الغرب الآن علاقة يعني مش عايزة أقول الود بس يعني علاقة في أمان ما بينهم يعني في إيه في صلح مفيش لا خصام ولا في حروب ولا في مشاكل وده بدايات ظهور يعني إيه بدايات التوضيح الحديث لنبع السلام إن فعلا خلاص في صلح الآن موجود هيحصل بقى بعد فترة الصلح دي حرب حرب كبيرة جدا جدا ملحمة كبيرة جدا بس هي قبل الملحمة دي هتحصل الحرب دي إن المسلمين مع الغرب هيحطوا إيديهم في إيديهم بعض ويقتلوا عدو مشترك من جهة المشرق بيقول لنبع السلام بيليه بيقول فتنصرون هتنتصروا بسرعة شديدة جدا وتغنمون وتاخدوا غنام كتير جدا وتسلمون وترجعوا في منتهى السلامة ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرجن ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين أخذ بالك أنا بوصف لك الموقف اللي نبي بيحكي بقى فيغضب رجل من المسلمين فيدقوا الرجل يعني يقتلوا فعند ذلك تغدر الروم الروم اللي كانوا حطين إيديهم مع دين المسلمين أول ما يحصل أن واحد من النصارى يرفع الصليب ويقول انتصر الصليب فالمسلم هيقتله فتغدر الروم فق 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 أي يا مدر طيب أختي لسه أرد سؤال من الإمارات أختي بتسأل هل المسيح الدجال هل هو من ناس لابن الصياد ما عندناش طبعا أي دليل على هذا الكلام وطبعا واضح إنه مش من ناس لابن الصياد لإن ابن الصياد كان عايش في نفس الوقت اللي عايش فيه المسيح الدجال معلشه هو السؤال جييني في الإيربيز يعني دي نقطة بتقول لي هل هو أسم المسيح الدجال ولا المسيح الدجال لا يعني الحقيقة هو الرأي راجح في أقوال أهل العلم بعضهم قال إنه هو المسيح وبعضهم قال المسيخ وقبالك على السؤال هو ممسوق الخلقة لكن الحقيقة الرأي الراجح اللي وقفت عليها Cinderella المسيح الدجال لأن هذا هو مسيح الهدى اللي هو سيد نعيس عليه السلام الذي يسيح في الأرض لينشر دين الله عز وجل وهذا هو المسيح الدجال الذي ينشر الدجل وينشر الضلال في الأرض فسمي هذا مسيح الهدى وده مسيح الضلالة ده مسيح ابن مريم عليه السلام ودهوة المسيح الدجال كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المهم فالنبي بيقول إيه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة ولأنه طبعا إيه ذكرنا الملحمة وهنذكرها دلوقتي حالا الملحمة دي بقى هيقتتل فيها المسلمون والنصارى في أرض الشام حتى يمر الطير أمام يعني فوق هذه الجسس المقتولة دي كلها فلا يصلوا إلى آخرة حتى يموت يخروا ميتا من نتن الريح يازم بالله وزخم الريحة سبحان الله حتى تسير الخيول في الدماء للركب الدماء انت عارفيني للدم الرمال يا جماعة تشرب المياه وتشرب أي سائل إلا الدماء الدماء بمجرد ما بتنزل من جسد الإنسان بتتجلط على وجه الأرض ولا تنزل فمن كتر ما دماء فوق دماء فوق دماء تكتر الدماء فتسير الخيول في الدماء حتى الركب ليه لأن النصارى في هذا الوقت هيجوا في 80 راية مع كل راية 12 ألف مقاتل يعني 960 ألف مقاتل يعني مليون مقاتل تقريبا هيجوا يقتل المسلمين في الملحمة الكبرى الملحمة الكبرى اللي هتكون بعدما المسلمين يحطوا إيدهم في إيدين الروم ويقتلوا عدوا من جهة المشرق وبعدها يحصل الغردنا ديه فيحصل مقتل عظيمة جدا وملحمة عظيمة تعالوا نشوف النبي وصف لنا الملحمة ديه في عجالة سريعة كده ونشوف النبي وصف الملحمة ديه عاملة إزاي خب بالك بقى الملحمة ديه النبي بيقول إيه لا تقوم الساعة خب بالك بقى وركز معا مع الفضل الحديث لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بضابق ما كان في الشام فيخرجوا إليهم جيش من المدينة خد بالك الجيش خارج مني يا جماعة خارج من المدينة أنا عايز أربط لك بين الأحداث يخرجوا جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصفوا وقفوا كده صفوف قدام بعض خلاص الروم قدامنا وإحنا وقفين كده والجيش طالعا من خيارة أهل الأرض من المدينة من مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا تصفوا قالت الروم خد بالك بقى من دقة اللفظ خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا نقاتلهم خلوا بيننا وبين الذين سبوا يعني اللي انتوا سبتوهم اللي انتوا خدتوهم ماشي وبين الذين سبوا منا نقاتلهم إيه اللي حصل اللي حصل إن المسلمين لما انتصروا عليهم خدوا عدد كبير جدا من هؤلاء الناس الناس اللي خدوهم دولة لما شافوا أخلاق المسلمين وسماحة الإسلام وجمال هذا الدين العظيم أسلم فبقوا إخوة لنا فلما يحصل قتال بين المسلمين في الملحبة الكبرى ديت بين المسلمين وبين هؤلاء الناس من الروم فالروم بيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاط روم انتوا بقى يعني خليكم كده على الحياة لحظة وبل ما احنا نقاطل اللي ارتدوا في نظرهم يعني اللي سابوا الديانة بتاعتنا وراحوا دخلوا في الإسلام سيبونا نقاطرهم بالأول وبعد ما نخلص منهم دي بقى نقاطركم ياموا المسلمين يقولوا إيه لا نخلي بينكم خد بقى بقى وبين إخواننا هما دولت بعد ما أسلموا بقوا إخواننا بقوا إيه بقوا إخواننا علشان كده يا جماعة احنا ما بنفرحش القتل كافر على قد ما بنفرح بإسلامه خد بالك إنه لما لما النبي عليه السلام كان بيقاتل الكفار والمشركين ما كانش بيفرح بقتلهم على قد ما كان بيفرح بإسلامهم ولذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت قوته واحنا شرحنا الموضوع الأكتر من مرة كانت قوته بأربع تلاف رجل في حياته كلها وفي غزواته كلها وكل الحد كلها لم يقتل إلا رجلا واحدا له قبايا بن خلف وانت عارفين قصة قتله ليه ما قتلش غير واحده والنبي ما كانش قادر يقتل أكتر من كده النبي كان قادر يقتل جيش كامل لوحده أمان ليه ما قتلهمش رغم إنهم قزوا وقزوا الصحابة طردوا النبي من مكة صلى الله عليه وسلم واتهموا في عردل ودبروا تسعة مؤمرات لقتله ورغم ذلك لم يقتل إلا رجلا واحدا ليه لأن ربنا وصف بكده قال إيه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فالنبي كان عايز لهم إيه الجنة قولوا لا إله إلا الله تفلحهم هو عايزهم يسلمهم هو عايزهم عايز يعبدهم لله سبحانه وتعالى هو مش عايزهم يتقتلوا هو مش فرحته فرحت النبي بإن واحد يعني لما وإن كان الحديث فيه يعني مقال لما جنازة رجل يهودي معدية من قدام النبي والصحابة فيبكي النبي فيكون هذا رجل يهودي يا رسول قال نفسه انت فلتت مني إلى نار جهنم وفي الحديث مقال وخبالك فالنبي زعلان زعلان إن واحد إن واحد يموت قبل ما يسلم ويخش الجنة والحديث الثاني في البخاري حديث الثاني في البخاري لما النبي يسمع عن غلام يهودي مريض فيروح يزوره ويدعوه إلى الإسلام يقول له يعني أسلم أو يقول له يعني أسلم يا غلام فالغلام بيبص لأبو خايف من أبو أبو يهودي فيقول له أبو أطع أبا القاصب فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتسم النبي ويخرج ومبتسم فرحان ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم الله شفت أديه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم ده بالنسبة لنا إنما بالنسبة للكفار وبنسبة لأمم التانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يبقى إذن أول ما يلتقي الرؤوم مع المسلمين في المنحمة دي الرؤوم هيقوله المسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلوا بالناس اللي يجبون عندكم وأسلموا سبوهنا نقاتلهم من الأول يقولون لا لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيبدأ القتال خبالك بقى المنحمة تتم إزاي يوم نبي بوضح لك إن الجيش ده هينقسم لتلت أقسام أركز معايا وركز معايا أم الفاضلة أنا بحاول أشرح الموضوع ببساطة شديدة وبقول الملحمة اللي هتحصل قبل ظهور المسيح الدجال مباشرة واضح إحصل إيه بيقول فانهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا أول ما يبدأ القتال والجهاد ده بين المسلمين وبين الروم في تلت الجيش هيهرب التلت اللي هيهرب ده في الملحمة الكبرى ديت لا يتوب الله عليه أبدا خبالك من حاجة الحديث دوت النبي قاله من إمتى من أكتر من 1400 سنة والجيش اللي هيطلع يقاتل في الملحمة ديت الله أعلم يطلع إحنا دلوقتي أكتر من 1400 سنة ولسه الموضوع ما تمش يعني لسه الملحمة ما بدأتش فإذا الناس دي كلها عرفة الحديث دوت وعارفين إن الله هينهزم أمام جيش الروم في الملحمة ديت إن ربنا مش هيتوب عليهم ورغم ذلك هينهزموا خدت بالك ربنا ما ظلمهمش ده أنتوا عارفين إن الله هينهزم ربنا مش هيتوب عليه ورغم ذلك انهزموا يعني فروا قبل ما يبدأ الجهاد قال فإنهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ده نص الحديث أبدا ربنا مش هيتوب عليهم ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله الله يا رب جعلنا منهم يا رب العالمين يتقتل التلت التاني دولة أفضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى قال ويفتحوا الثلث اللي قطلت الأخير لا يفتنون أبدا الله أكبر يبقى النبي قسم الجيش المسلم اللي طالع من المدينة عشان يقاتل الروم في الملحمة الكبرى قسمهم كم كسم كم كسم يا جماعة ثلاثة القسم الأولاني هينهزم هيهرب ده من ربنا مش هيتوب عليه أبدا ده النبي يقول كده والقسم التاني هيعمل إيه هيتقتل هيخش ويجاهد فيقتل وينال الشهادة ومش أي شهادة هؤلاء أفضل الشهداء عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والتلت الأخير هيفتحوا وهينتصروا ودولة ربنا هيسبت قلوبهم ثبات عظيم جدا لن يفتنوا بعد هذه المعركة أبدا هيموتوا على الإيمان والتوحيد ويقينا مدام مش هيفتنوا وهيثبتوا لحد دم يموتوا يقينوا من أهل الجنة وده تقرأوا ما بين سطور الحديث جميل فيفتتحون القسطنطينية دا كلام مين سيد البرية ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى التلت دوت التلت دوت هيفتح القسطنطينية جميل فبينما بعد ما فتح القسطنطينية بقى فيه غنائم كتير جدا فبينما هم يقتسمون الغنائم يبقى ده فتح القسطنطينية ركز معايا يبقى الجيش اللي طالع دوت طالع يقاتل الجيش اللي رايح يفتح القسطنطينية جميل بعد ما يفتح القسطنطينية مباشرة ويبقوا لسه بيقسموا الغنائم وقض علقوا لص الحديث قض علقوا صيوفهم بالزيتون يعني بأشجار الزيتون خبالك إذ صاح فيهم الشيطان هيقول لي الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم يعني المسيح الدجال ظهر في أرض الشام يبقى إذن حصل قتال بين المسلمين وبين الروم في أرض الشام وبعد كده راحوا يفتح القسطنطينية فتح القسطنطينية بيقسموا الغنائم الشيطان هيصرخ ما بينهم شوف عشان بلتبلك الأحداث الشيطان هيصرخ ما بينهم إلحقوا ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم اللي موجودين في أرض الشام هيرجعوا والكلام ده كله كده خبالك هيكون المسيح الدجال لسه مظهرش بس بمجرد رجوع المسلمين من القسطنطينية لحد الشام هيكون ظهر الدجال واضح المعنى يعني ساعة لما صاح الشيطان وقال لهم إن المسيح قد خلفكم في أهليكم إلحقوا ده المسيح الدجال ظهر في أهليكم هناك هو ما كانش ظهر هو الشيطان بيكذب عليهم لكن بمجرد ما هم يرجعوا من القسطنطينية إلى أهليهم إلى أهليهم في الشام فيجدون المسيح الدجال النبي بيقول إيه فإذا جاءوا الشام خرج أول ما يوصلوا الشام يخرج المسيح الدجال من غضبة يغضبها كما أخبر النبي في حديث أخرى فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف عايزين بقى يقاتلوا بقى الدجال وأعوانهم والدجال ده مش طرع لوحدهم ده الدجال هيطلع وراء بقى يهود أصبهان ويطلع وراء ناس كتير جدا تبقى فتنة كبيرة فبينما هم يسوون أو يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة حلو كده رجعين من القسطنطينية واضح يا جماعة رجعين من القسطنطينية منتصرين كانوا بيوزعوا الغنائم الشيطان راح صرخ قال لهم المسيح الدجال ظهر في الشام عند أهليكم وغبالك وكان الكلام ده كتب لكن بمجرد ما رجعوا من القسطنطينية إلى بلاد الشام خرج فعلا المسيح الدجال هم وقفين بيعدوا الصفوف وبيعزوا نفسهم للقتال فجأة وقت الصلاة أقيمت الصلاة من اللي صلى بهم ده يوضح لك في الوقت التانية اللي صلى بهم في اللحظة دية المهدي عليه السلام هم لسه بيصلوا فإذا بعيسى بن مريم ينزل فإنزل عيسى بن مريم فإذا رآه عدو الله اللي ومين المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو طركه عيسى بن مريم لن ذاب حتى يهلك الله أكبر بيقولك إن المسيح الدجال أول ما هيشوف سيدنا عيسى عليه السلام هيدوب جسمه هيدوب زي ما بيدوب الملح في الماء لكن سيدنا عيسى عايز يقتله لأن النبي أخبر إن عيسى عليه السلام لازم يقتله فمش هيسيبه فيجروا وراه عشان يقتله فيرجع تاني يستجمع قوته ويبدأ يجري ويهرب من مين؟ من سيدنا عيسى عليه السلام فالنبي بيقول إيه؟ بيقول فلو طركه يعني لو سيدنا عيسى عليه السلام سابه من غير ما يجروا وراه ومن غير ما يقتله لو سابه لن ذاب كما يذوب الملح حتى يهلك كان يذوب لحد ما يموت لوحده لكن شرف لسيدنا عيسى أنه هو يقتل المسيح الدجال ويقضي على أكبر فتنة موجودة على وجه الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقتله الله بيدي فيريهم دمه في حربتي يقتله الله عز وجل بيدي عيسى عليه السلام يعني يقدر الله قتل المسيح الدجال على يدي عيسى عليه السلام فيريهم دمه في حربتي طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يوضح لنا هول المعركة اللي احنا كلمنا عنها دلوقتي وضح ان المعركة ديت من كدر المعركة دي ومن عظم المعركة والملحمة الكبرى اللي هتدور بين المسلمين وبين الروم ان المسلمين هيبيعوا بعض على الموت ثلاثة ايام وراء بعض يتبيعون على الموت ان هو محدش يرجع هنخرجوا محدش يرجع كلنا نموت في سبيل الله تخيل ويخرجوا ويتبايعوا على الموت ويقف اليوم التاني يتبايعوا على الموت اليوم التالت حدا ما المسلمين حسوا ان اعدادهم قليلة والمسلمين في اقطار الارض ابتدوا يقلقوا على المسلمين اللي في الملحمة الكبرى ديت فيبتدي بقى يجمعوا قبائل المسلمين والمجاهدين من كل اقطار الارض فيتجمعون فتكون النصرة بفضل الله في اليوم الرابع نعرف تفاصيل القصة ونختم بها درس اللي لادي ان شاء الله سبحانه وتعالى عن يسير ابن جابر والحديث الوامسلم وهنختم بقى الحلقة اللي جايه ان شاء الله بمتى سيظهر الدجال والتلات سنوات اللي قبل الدجال ومن اين يخرج الدجال ومن هم اتباع الدجال واذا ايه اللي يحصل وهيقعد قدقى في الارض والملايكة ازاي هتحرص مكة والمدينة ثم نختم بالدرس القادم ان شاء الله بكيفية النجاة من فتنة الدجال لكن هيختم نارضة بالحديث اللي هو بيوضح حتة الملحمة دي ازاي تمت وازاي تمت النصرة للمسلمين على هؤلاء الروم عن يسير ابن جابر قال هاجت ريح الحمراء بالكوفة فجاء رجل يقول وهو مفزوع يا عبدالله ابن مسعود جاءت الساعة يعني الايامة قامت فقعد ابن مسعود وكان متكئا فقال ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة اليوم الساعة الساعة مش هتقوم الا لما الناس توصل لمرحلة دي مش هيتقسم ميراث لان الناس خلاص هتزهد في الدنيا ومش عايزين لا فلوس ولا دنيا ولا اي حاجة زي موضح النبي على السلام في قصة نزول سيدنا عيسى عليه السلام قال حتى تكون السجدة الوحيدة خيرا من الدنيا وما فيها حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم اشار بيده نحو الشام قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام فقال يوسير الروم تعني يعني انت تقصد بلاد الروم يعني قال نعم قال ابن مسعود وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجعوا الا غالبا يشترط على بعض ان نخرج مع بعض مجموعة مش عايزين نرجع الا واحنا قد نلنا يعني فوزنا بالشهادة مش عايزين نرجع يعني بالبلد كده مش عايزين نعيش نخش نقاتل في سبيل الله ولا نريد الحياة قال فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل هيقضوا يقتلوا من الصبح لبالليل حدا ما يجي الليل بحد الشاف خلاص يرجعوا خب بالك فيفيقوا هؤلاء وهؤلاء كلهم غيروا غالب محدش فيه منتصر للروم ولا المسلمين خب بالك وتفنى الشرطة الناس اللي هم طالعين يقتلوا هيتقتلوا كلهم ثم شرط المسلمون لليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالب فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيقوا هؤلاء وهؤلاء كلهم غيروا غالب ويقتل هؤلاء والمرة الثالثة اليوم الثالث يشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يروحوا يقتلوا من الصبح حد بالليل ويقتلون جميعا لحد بقى فإذا كان اليوم الرابع ده كلام ابن مسعود حديث روى مسلم فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام كل الجيوش الإسلامية جماعة طلع من كل البلدان وريح الأرض الشام عشان تقاتل مع المسلمين في الملحمة القبرة اللي تكون ما بينهم وبين الروم وبين الروم فيجعل الله الدبرة عليهم يجعل الفوز والنصرة للمسلمين على هؤلاء الروم فيقتلون مقتلة خب بالك لم يرى مثلها حتى إن الطائر اسمع الكلام حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخروا ميتا يعني يمروا من قدام من فوق الجسس من أولها لأخيرة مش هيعد الجسس دي لحد ما يخر إيه ميتا خب بالك بقى فيتعدوا بنوا الأب كانوا مئة فلا يجدونهم بقي منهم إلا الرجل الواحد مئة واحد طلعين من عيلة واحدة من المسلمين طلعين يقتلوا هيتقتل من المية تسعة وتسعين ويفضل واحد فالبن مسعود بيقول لك فبأي غنيمة يفرح وبأي ميراث يتقاسم هيفرح بإيه واحد عيلته كلها ماتت إخوانه حبيبه عمه خاله ولاد عمه ولاد خالته الدنيا كلها ماتت ولم يبقى أحد من العيلة هيفرح بغنيمة مش ممكن يفرح بغنيمة ولا بميراث في هذا الوقت خبالك قال فبينما هم كذلك اث سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك واحد عيلته كلها ماتت في بأس أكتر من كده أيوة قال فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ضراريهم قال فيرفضون ما في أيديهم يسيبوا كل الغنائم وكل الفلوس وكل الدنيا فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة ثوارس طليعة هيبعثوا واحد عشرة من الفرسان يلقوا ملوحوا شوفوا وشوفوا الموضوع حصل ولا ما حصلش هالي الدجال تنعو ولا ما طلعش العشر فوارس دولا هيطلعوا اسمع كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول النبي إيه خبالك الموضوع ده يحصل بعد ده يمكن بعد ألفين سنة من ظهور النبي على السلام يعني أو من كلام النبي نبي قالي الكلام ده من أكتر من ألف ونفرمون سنة ولسه كمان سنين طلع يعني ممكن يكون بعد ألف وخمسمائة سنة قعد ألف وستمائة سنة الله أعلم فالنبي بيقول إيه إني لأعرف أسماءهم العشر فوارس دولت اللي طالعين يستكشفوا للمسلمين هل هو ده الدجال ولا لأ قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت دوت هيظهر الدجال هيظهر إمتى بالزبط وهيظهر فين ومين اللي هيقف قدامه وهيتقتل إزاي وكيف ننجي من فتة الدجال ومين هم أكبر ناس هيتبعوا الدجال دي الحلقة الختامية أو الحلقة الختامية يوم الاتنين القادم فجأة كبيرة جدا هيتسمعوا كلام عجيب جدا جدا إن شاء الله لكن يعني عايزين نقول إن ربنا ينجينا وإياكم من فتة الدجال فاضل بالزبط دي اتين ندعو فيهم إن شاء الله يعني اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يم من كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا أرزقنا جميعا حسن الخاتمة أرزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم أغفر إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم إن إخواننا جوعا فأطعمهم حفاتوا فأحملهم عراتوا فأكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم نجينا جميعا من فتنة المسيح الدجال اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقنا الليلة تتوبة نصوحا ترضيك عننا اللهم اجعلنا من عطقائك من النيران يا غفور يا رحمن اغفر ذنوبنا أستر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اصقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبين النبي واصحابه في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى ريه وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته